السؤال الآن متى يتوقف الإرهاب؟ أنا أقول بأن الإرهاب سيتوقف حين نبعد الدين عن الحياة العامة حين نمنع كتب التطرف ونمنع مدح ظواهري وأبن لادن في الأماكن العامة كما حصل بعد سنة 2001 في مصر فيما أماكن كثيرة جدا وبل انتشرت صورهم بين الجميع كانت كتب التطرف ساعدة جدا وهذا هو اللي خل التطرف يتضاعف ويديم أودة وحياته بحقيقة ما كان أحد يتخيل يوصل الأمر بالتطرف عندنا لأن الإنسان يصعد شاحنه ويطلع بجلد شارعه أتذكر في نيس في باريس قبل سبع سنوات ويتهس الناس المارة وبناتهم أطفال ونساء حتى بناتهم عرب ومختلف الجنسيات وكأنهم عشرات تخيلوا هذا التطرف إلى أين وصل بنا كل هذا يحصل ولم تخرج تظاهرة إسلامية واحدة احتجاجا تخيلوا بينما خرجت على صور وكاريكاتورات خاصة بالرسول لماذا؟ هذا أيضا يؤكد بين الإرهاب موجود في داخلنا ومزروع في داخلنا بشكل خطير وعلينا أن نعترف مسألة بساطة نعترف بالموضوع وهذا هو بداية الألاج إنما أنت تشعر بالمرض وتعترف بوجود مرض عند ذلك يبدأ الألاج حتى إذا لم أعالجت هذه المسألة فأنت على الأقل لا تنصح أولادك وأقرب الناس إلك بأن يتطرفوا مثلك أو يتعودون على هذا التطرف والنظر المتطرفة للعالم والحياة والأشياء من حولنا نحن مثل واحد يعني يتعلم على التدخين عادة سيئة ومضرة بالصحة لكن لا ينصح الآخرين بها فأنتعلم مع الموضوع بهذا الطريق بهذا الشكل من يقول يجب القضاء على فكرة الجماعات المتطرفة مثل جماعة الأخوان المسلمين مثلا هذه كذبة يعني هو المسألة القضاء ليس على فكرة الجماعات المتطرفة لا كل جماعات دينية أصلا هي متطرفة الإرهاب سيتوقف فقط عندما يبتأج الدين عن الحياة العامة عندما يطبق القانون يبعد الدين ليس فقط يبعد الدين عن الحياة العامة لا يبعد الدين ويطبق القانون ويطبق الحريات العامة ويطبق حقوق الإنسان بعد ذلك كل شيء يمشي عدل من لا يصرح بهذا الشيء هو الإرهابي الحقيقي من لا يقول ويدعو إلى هذا الشيء هو الإرهابي الحقيقي سنقول فقط متى نقول أن الإرهاب انتهى هنا لا نجد أحد يعلق قائلا في التعليقات أنت كافر أنت ملحد ويبدو أنك ملحد محاربة الإرهاب تبدأ من هنا تبدأ من شخص يصنفك ويضعك على مزاجه يصنفك دينيا ولا يستطيع أن يتحدث معك ولا يستطيع أن يتحاور معك إلا بعد أن يصنفك ويضعك في الخانة التي تعلمه من رجل الدين أو عن الهيمنة الإعلامية على دماغة وذهنه وهذا التوجيه الإعلامي للضرخ المستمر إليه أنه يجب أن تصنف الآخرين لا تستطيع التحدث مع الآخرين أنه هذا ملحد هو كذا إذن سوى كوت هذا هو من جماعة كذا هذا سوى كوت فالتالي الناس تحولوا لروبوتات وأدوات تعمل ضمن يعني يفتح يسد هذا يفتح عليه هذا ينسد عليه يتصرفون كما يتصرف الروبوت المرّة بالدين وخلافات الدين يجب أن نعالجهم ويجب أن نقطع عنهم الغذاء المخدر الذي يسمح باستمرارهم لذا لن تكون هناك نهاية للإرهابيين ما دام هناك نوعان من الإرهاب الأول كما قلت الإرهاب المحمود الخفي الذي لا يبدو على الواجهة والإرهاب المؤلن الملعون هذا علينا أن نفرق بين اثنين وعلينا أن نفهم بأن كلهما موجودان وسيبقيان بهذه الطريقة ما دام الدين يهيمن على الشارع ويحتل الشارع وهذا هو اللي يفسر مثلا الأيام الأخيرة جرى تهديد إبراهيم عيسى من قبل القائدة مر الحدث دون اهتمام وكأن شيء لم يكن لا أحد يبالي من هؤلاء الذين يحاربون الإرهاب تخيلوا لا أحد يبالي ببيانات الإرهاب ولا كتبة ولا ثقافة التي تنتشر ما دامت بأيدي أمينة أي موالية ما دام هذا الرجال الديني الذين يبثون هذا الإرهاب المحمود يعني مسيطر عليهم أمنيا وحكوميا يعني إحنا قلنا يا كورهاب محمود إذا تتخلص الرهاب ماذا تفعل؟ تزيد من نسبة وعي الجماهير والناس وهذا لا يحصل لا أحد يهتم بنشر المناهج العلمية بالعقل النقدي بين مدارسنا وأجارنا الجديدة بل على العكس ينشرون الحجاب الحجاب أهم من الفكر وأهم من التفكر وأهم من الوعي وأهم من نشر العقل النقدي وأهم من نشر الأخلاق العامة بين الرجال والنساء وأهم من رفع كل ما هو ما يميز بين البشر بدلا من هذا ما لا تفعل؟ يرفعون الحواجز يضعون الحجاب بين المرأة والرجل أيضا الرجل سيضعون فاصلا بينه وبين الآخرين هذا مسلم وذاك ذمي وتبدأ تسعد هاي الأمور إلى أن يتحول المجتمع إلى جزر متقاطعة ومتداخلة مع بعضها ومتصارعة أبد الدهر كما يعني كل من ينظر إلى الخلف على مدى ألف سنة مضت ماذا يرى؟ يرى هاي جزر متصارعة جماعات تحاربة متقاتلة مع بعضها كما يقول الذكر أدونيس نقول نحن بحيرة جفت وراحت أسماكها تأكل بعضها بعضا هذه هي الصورة بالضبط التي نحن عليها الآن هكذا يصبح حفظ القرآن أهم من حفظ حق الإنسان وأهم من حفظ حقه وكرامته ومن حرية التعبير لننظر إلى العالم العرب الآن المنحط بكل ما في الكلمة من معنى لنرى كيف يتم نشر كل ما يعطل العقل ويدمر المنطق السليم لننظر ونرى كيف يجري دعم ونصرة كل ما ينتهى كرامة الإنسان ويحد من شأنه وطبعا لن يجد أفضل من الدين ليفعل ذلك أليس الإنسان عبدا؟ هذا هو الدين عبدا مكلفا عابدا مطيعا لأولي الأمر انتهى ويريدون الحرية يقولون الحرية أنت عبد يا أخي أنت عبد لله أنت بحر الحر يكون عبد للشيطان أما العبد المسلم هذا عبد لله عز وجل وعبود عبودية الله هي الحرية الصحيح أما الانطلاق والانحراف هذا ليس حرية هذا عبودية للشيطان عبودية للشهوات عبودية للدنيا أنت عبد بلا شك إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا للشيطان وللهوا والشهوات ما أنت بحرية مين الحرية لكن عبودية الله هي الحرية لأنها تحررك من الشيطان وتحررك من ألف الساق ومن الشهوات مين اللي تحررك صحيح لا قيمة لهذا الإنسان وهذه دعوة غربية متسوسة دعوة من الكفرة إنه شنو الإنسان يتحول من عبد إلى إنسان حر على أي أساس هو عبد لله عبد الولي الأمر نحن على العكس بالعكس يجب أن نحرر الإنسان من إنسانيته تخيلوا الدين يقوم على هذا الأساس يقول لك نحن لا نستعبد الإنسان نحن نحرر الإنسان من شرور نفسه نخلصه من إنسانيته تخيلوا هذا الفكر الشيطاني والعقلية الشيطانية التي يزرعها رجال الدين بين الناس لا هذا نخلصه من شرور نفسه اللوامة الهم مازال مازال ما يقومون انظروا كيف تحولت تجمعات المسلمين الآن إلى ما يشبه حقول الدواجن لكن دون أسوار فوضى لكنها منظمة أو محسوبة كما يقال ويقول لك لا تبالي بما يحدث أهل السادة والعلية القوم كما يقال يقولون هكذا لا تبالون باستهتار بدون المبالات وهذه الفوضة ممكن السيطرة عليها مهما يحدث أهلم سيطرين وكل الخيوط في أيدينا الإرهاب بالتالي ليس من يترك منابع الإرهاب ومستنقعاتها تنتشر وتفوح رائحتها نترى في كل مكان الإرهاب يخرج من الظلم من الفساد من الفقر من الأمية من البطالة يخرج من القمع يخرج من الطغيان ومن الأدوان الخارج والاحتلالات الخارجية على جميع المستويات هذا كل ما نحن نفعل لا نرى هذا الواقع الذي ينتج الإرهاب ولا كأنما لا نظم الدول العربية تهتم في هذا الموضوع ولا حتى المؤسسات الدينية ولا حتى الدول العالم بالأكد من كلهم ولا حتى إسرائيل كلهم متحالفين ضدك أنت الذي تهتف وتقول الإسلام هو الحل الإسلام هذا هؤلاء الذين يتأمرون عليك وعلى كل شيء وتحالفون مع أكبر دول الأظمى الكافرة كما يقولون لأجل استغلالك وإتهاك حقوقك مبروك عليك هذا الدين الذي تفتخر به عليك الاحتباط به النفسك ولا لا